هذا وقد عقد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب مباحثات مع نظيره الإيطالي ماتيو رينزي بمقر مجلس الوزراء وخلال اللقاء الذي حضره وزير السياحة هشام زعزوع أوضح محلب أن الحكومة شرعت في تطبيق برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والتشريعي يهدف إلى تحسين المناخ الاستثماري وحل منازعات الاستثمار بطرق ودية وفقا للقانون كما أكد أن مصر تعول على إيطاليا وأصدقائها الأوروبيين في دعم جهودها للانطلاق نحو المستقبل وأوضح أن مصر بصدد تنظيم مؤتمر للشركاء التنمية خلال الفترة المقبلة معربا عن تطلعه إلى مشاركة دوائر الأعمال الإيطالية والاستفادة من المشروعات التي سيتم طرحها خلاله من جانبه أكد رينزي أن إيطاليا عازمة على تعزيز مجالة التعاون وزيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر ترجمة نانسي قنقر